محطتنا التالية لليوم مع الألوان يلي بتمزجها ريشة الفنان لتعطي تشكيل فني بيتجاوز بإبداعه إطار اللوحة وبيحاكي كل واحد فينا عبر لمسات جمالية بتعبر عن الإحساس بواقع معين واليوم رح نصلت الضوء على تجربة إبداعية جديدة للفنان التشكيلية عناية البخاري تحت مسمى التجريد الهندسي يلي عنوان معرضة اللي احتضنته جدار المركز الوطني للفنون البصرية الحديث أكتر عن هالموضوع صباحنا غير اليوم بسره أكيد نرحب فيكي أهلا وسهلا ويسعد صباحك الله يسلمك يا رب صباح الخير لأيكم صباح النور بالفداية خلينا نتعرف مع حضرتك عن المعرض وعن الفكرة تبع المعرض فكرة المعرض هي مثل معالية الأخيرة أنه تجريد هندسي نظرتي للعالم من كان السماء أو الأرض شو فيه هندسي لأنه كلاته بتشكيلات هندسية من كانت النجوم بالفضاء أو من كان الأبناء اللي بالأرض أو بالنباتات أو أي شيء حوالينا فيه بناء هندسي فنظرتي قدم نظرة بتجريد هندسي لليلي حوالي خلينا نتعرف أكتر ونعرف شو بتقصدي بالتجريد الهندسي أنا اللي بقصده أنه جرد الأشياء اللي أنا بشوفها بنظرة خاصة مثل ما أنا بشوفها من كانت عبر الفضاء من ناحية النجوم والكواكب كيف تنشاف بالسماء أو بالأرض الأبنية أو أي شيء حواليي أني بسطها وجردها من أشكال اللي منشوفها بالعين المجردي بنظرتي أنا فهي أنا اللي بقصدها بالتجريد وقداش ممكن نظرتك ممكن تحمل طابعة خاصة اليوم عبر هالفن؟ يعني هاي للنقاد بتنعني شو الطابع اللي بتاخده بس أنا يعني ما بعرف أنا كيف بستمتع بيشتغل اللي أنا عم بشتغله فما أفكر إنه إنه شو بدا تعطي طابع أو ما بدا تعطي طابع المهم إني أنا استمتع بيشتغل اللي أنا عم بشتغله وقدم شي جميل يعني نعم خلينا نحكي عن الفترة يلي ممكن طلعت الفكرة براسك وقداش لحتى صرت جاهزة إنك تنفزيها قداش استمرتي وقداش أخذ معيك المعارض وقت بشكل عام أول معرض ساويته هو بسنة الـ 91 كان فيه تجريد هندسي وكان فيه تجريد نباتي وكان فيه المزهريات يعني نفس المجموعات اللي أنا باخدها فصار كل معرض أنا أخذ مفردة من اللي أنا كنت دخلتها بأول معرض أنا ساويته بالـ 91 وساوي فيه معرض اشتغلت فترة بني حتى تقريبا شي 30 سنة بمفردات نباتية فقدمت تقريبا شي عشر معارض شخصية هو تجريد نباتي هذا المعرض الأول اللي بقدمه أنا تجريد هندسي فأنا دراستي رسم هندسي فلذلك بحب أشتغل بالأشكال الهندسية فهلأ أصاب بكل اهتمامي بتجريد هندسي سيدة عناية أجواء من المعرض رح نتابع مع حضرتك ونرجع نكفي حديثنا أوكي موسيقى 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 من بعد ما تابعنا لقطات من المعرض خلينا نحكي ممكن في كتير عالم ما بتجزبون الأشكال الهندسية غير ما تكون أنه لوحة بتحكي ممكن عن الطبيعة أو هاي فهون قديش الموضوع صعب أنك أنت ترضي أزواء الناس وتجزبون من خلال الألوان والأشكال واللوحة تخليها تعبر عن حالها لأيلك يعني ما بعرف أنا شو بديد لك هنا معلش تأديل السؤال إذا بديد اللوحات الأشكال الهندسية شو هي الطريقة صحيحة يعني بتلعبي بالألوان لحتى تجزبي الناس أكتر أو يمكن بيكون في تفاصيل محددة لجذب الزوار وأجزب الناس ضمن هاي دي اللوحات عزيزتي أنا ما أفكر أنه لا أجزب مشاهد ولا أنه أفكر أنه كيف بدي أني أرضي أنه مثلاً عن أعمالي فأنا بحب أني أشتغل رسام وبشتغل براحة يعني بشتغل أنا بوقتي أنا كيف بدي أشتغله فالألوان بيستخدمها يعني ما بعرف كيف دي لكنه شوف اللي حوالي يعني والألوان اللي قدامي بطبقوا مع بعضهم بركزهم بشكل أنه أنا أني يكون مرتاحة ومبسوطة بمسجل الألوان أو بتطابق الألوان أو بي ما بعرف يعني كمان من بعد ما طبعنا مختطفات من المعرض خبريني أكتر عن أهم اللوحات اللي ضمنها معرضي قدمت بهذا المعرض هو ثلاث يعني ثلاث مراحل من شغلي طباعة الشاشة الحريرية لحالة كيف مستخدمي مع ألوان طباعة وقدمت كمان الطباعة استخدمتها بإقامة عمل يعني أني أوم فيه بيشتغل بإيدي بالريشة ويشتغل طباعة وفي بعضه الثالث أنه فقط زيتي وأكريليك بدون طباعة فقدمت ثلاث مراحل بهذا العمل والشي كمان اللي ساويته بهذا المعرض أني ساويت مساحات كبيرة لأنه المساحة أنا انبسط برتاح أني أنا أشتغلها باستمتع بشغلة فقدمت شي أنا انبسطت أني أشتغله ما كنت مفكرة أني أعرضه ولكن كنت مفكرة أنه فيه مكان أني قدر أعرض هاي المساحات بس أنا خطر لولي بني أنا أشتغل هي المساحات واستمتع فيها فاشتغلتها بعدين لقيت ما كان إني أعرض فنشافة العمل اللي أنا أشتغلتها وهذا المعرض بدهم يعني شغلة ثلاثة سنين يعني خمسة عشر وست عشر وسبة عشر فبعتقد أنا قدمت شي مرتاحة لأله نعم أكيد كان عندك مشاركات بمعارض قبل خلينا نحكي عنه ونتعرف هو بشارك بمعارض جماعي دائما جماعي هذا أول معرض فردي هذا نعاش نعاش نعم فهذا رقم 12 المعرض الفردي فكان في مشاركات كمان بملتقى أهدين في ملتقى بالقلعة مؤخرا فاجتني هاي قصة أنه ما فيني إني أشتغل أنا اشتباعة بالملتقى فخطر لبالي إني أشتغل أشكال هندسية فاجتني في 2016 كنت عم تخبرين أنه يمكن المساحات الكبيرة استمتعت فيها أكتر اليوم قديش هالمساحة ممكن توسع آفاق الفنان مو كلهم بيقدروا يشتغلوا مساحات كبيرة يعني هلأ أنا إذا كان في مساحة أكبر من اللي أنا اشتغلتها في مكان يعني أنا اشتغلوا بشتغلوا لأني من النوع اللي بحب المساحة الكبيرة وبيقدر أربطها ففي بعض بيقدروا إنهم يشتغلوا أعمال كبيرة وبيقدروا إنهم يربطوها لأنه شكل هندسي صعب إنك تربطي يعني بتشوف فيها لأنه سهل إنه شغله بس إنه وقت بديك تساوي حقيقة عمل وتشوفيك عمل فني بده مجهود كتير كبير فلذلك المساحات الكبيرة أنا برتاح لها ومبسط وقتاً بيشتغلها نعم أي طالب بيحب يمكن أو حدا موهب بالفن التشكيلي خلينا نحكي وقت بيلجأ لك شو هي الخطوط العريضة يلي يمكن بتعطيها هون لحتى يكفي مسيرته بنجاح بقول له اشتغل اللي بدك يا ما تسأل على رأي حدا بالمهم أنك أنت وقت انت شتغل تكون مبسوط بشغلك لأنه شغل الفن هو مثل كيف دي إليك كيف الكتاب وقتاً يكتبوا مذكراتهم أو يكتبوا شيء من قصص أو أي شيء من أفكارهم كمان نفس الشيء العمل الفني هو زاكرة عما تحطيها بألوان على الشاشة على القماش أو على الكرتون فهو زاكرة فلذلك أنا بعتقد أنه بقول لأي حدا من الشباب الصعادين على حسب رأي أنه شغلوا اللي بدك يا وقدموا اللي بدك يا بصرفوا النظر إذا عجبوا ولا ما عجبوا ما تسألوا سيدة عنا اليوم كيف عم تشوفي الحركة التشكيلية حالياً مع كل أسف حسب الحرب هلالي نحنا فيها أثرت على كل شيء فلذلك معظم الفنانين أو أكتر الفنانين الحقيقة صاروا برات البلد ونحنا كثير يعني متأسفين أنه على هذا الوضع أنه ننمالهم موجودين أنه يغنوا الحركات التشكيلية الموجودة حالياً مع احترام الموجودين في موجودين أسماء جيدة وكثير كويسين بس في أسماء كثير كبيرة برات البلد نعم أكيد نتمنى يرجعوا أكيد طبعاً شو تحضيراتك من بعد المعرض؟ لأقلك على شغلي إذا كون مالي مبالغة أنا لأنه مالي مبالغة في عندي تقريباً ثلاث معارض جاهزة لأنه أنا بشغل بشكل دقوب يعني بشكل يومي وساعات طويلة بالشغل ففي هلأ كمان عم حضر شغل جديد لمعرض جديد كمان تشكلات هندسية بس بشكل يعني بطريقة ثانية دائمة الاشتغل دائماً بقدق يعني بشتغل بعدين نفكر وين بدي أعرضه ولا وين بدي أقدم وين بدي أقدم تسعي بس المهم أن يشتغل ودائماً بتسعي تقدمي يمكن شيء بيعبر عنك وشيء جديد يمكن ما قدرتي تقدمي بالمعارض الماضي دائماً بحب أقدم شغلات جديدة يعني هلأ مثلاً أول ما بلشت بغرافيكية زجاجي بعدين قدمت طباعة شاشي بعدين كمان بالكرتون بعدين بعرض أكتب معرض على الإقماش يعني كل مرة لازم أقدم شيء جديد بعدين ساويت مزهريات كمان بحي أحداً ساويته كمان معرض كمان مهم بعتاه فلذلك بحبش أقدم شغلة جديدة تلك المفردات بأخذ كل مرة مفرد من أول معرض ساويته أنا وبساوي فيه معرض فهلأ المفردات عندي هندسي نعم أكيد نحن نتمنع لك التوفيق وإن شاء الله مسيرة مليئة باللوحات والفن والإبداع شكراً كتير لأيكم